دائماً لما أسمع النشيد الوطني أتذكر نفسي وأنا الطفلة في مدرسة في طابور أغني النشيد مع زملائي وزميلاتي كلنا نتوحد في حب الوطن وكنا من بعدها نقول الله الوطن الثورة تحية الجمهورية اليمنية تارعي للمجد والعلياء مجد لخالق السماء وارفع الخفاقة أخضر وارفع الخفاقة أخضر أغني فينا سعدي كان دي عمل النشيد في جملة شرقية عربية قريبة للمعنى للعمق الإنساني وليس العمق العسكري الاستنهاضي النشيد مش مرتبط بالمنظومة العسكرية فقط صحيح أو يعني وإلا سيد درويش أكتر واحد عمل أنشيد أنا شخصياً أعتبر العسكرية هي مصنع الرجال على فكرة إحنا فتحين باب التطوع بأنه شهر تقريباً وأعلن عنه وأنا شايفة أن في ناس كتير منهم أخوية وهو وحيد عايزي التطوع بس للأسف السنة يعني مادي تلاتين لا أرفض أن التدخل الخارجي أنا أتحدث عن نوع التدخل الخارجي مثلاً أنا أتحدث الآن عن اليمن البلاد تحت حرب لمدة شهرين لا يمكن للناس أن يغادروا بلادهم لأن معظم الدول العربية لم تعد تقبل المواطن العربي اليمني في بلادها